اشتركوا في القناة وأكد الوزير خلف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل القيمة المضافة على رسوم تشييد المباني الجديدة مشيرا إلى أنه لن تطبق الضريبة توريد السلع المقدمة من الخاضع في سياق خدمات تشييد المباني الجديدة وأوضح خلف أن المباني السكنية والتجارية والصناعية لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة وأن خدمات تشييد المباني من أعمال بناء أو خدمات تصريح الموقع أو أعمال التوسعة الجديدة على مبنى قائم ستكون معفية من القيمة المضافة وقد ثمن الوزير خلف عاليا إخضاع إعفاء تشييد المباني من ضريبة القيمة المضافة مشيرا إلى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجربية لتطبيق القيمة المضافة ترجمة نانسي قنقر